فتحنا جوزنا الباكالورية إن شاء الله قاعد للشباب بتاعنا يجيبوا الباكالورية جوزوا البيوام عاودنا دلنا الدخول الاجتماعي لذا لازم نبقى ياقذين خطش هذه الاندوزيان فاك إذا جات بعد موجة أولى دامت 8 أشهر 7 إلى 8 أشهر نقدر نكون عيانين ما تكونش عندنا قدرة وقوة تعالى المقاومة خاصة أنه رانا داخلين فصل الشتاء لفيها فيروس تاع الانفلونزا الموسمي الأمراض ما زالها ارتفاع الضغط الدموي ارتفاع السكري الأمراض القلب السرطان لتهبط المناعة زيد الانفلونزا الموسمي زيد كورونا فيروس نخوف الغاشي ولكن لازم نأخذ بعين الاعتبار باللي رانا في ظرف استثنائي إذا كنا نخافوا في اليامات اللي فاتوا اليوم نخافوا أكثر باش نخافوا باش نتخباوا ونقعدوا نخافوا باش تكون عندنا احتياطات باش ناخدوا بعين الاعتبار بللي لازم نتفاداوا الأشياء اللي مولفين نديروها أكدار ببساطة لازم الغسل أيدي لازم كي تدخل الدار تنحي هذه الكمامة وترميها ما تخرش عند الأم لازم الأم كي يجيها الطفل من المدرسة إن شاء الله كي يدخلوا الجدة ما تسلمش على الطفل ما تعنقوش ما حبه ما شي بتسلم والتعناق ما حبه بالضحكة بتفسيمة إلى آخره لازم نتفاداوا كل أشياء المضاعفات على الأمراض كما مرض السكري يقال تأويلات على الخبراء يقولوا باللي هذا الكوفيد 19 لقى كما يقولوا الصادة لعندهم مرض السكري الدار فيهم كما يقولوا مضاعفات بكثرة هي لا كل أمراض وإن كان مناعة نقصة هذا الكوفيد 19 يلقى روحه يلقى الكورونافيروس يلقى روحه الدار تغييرات مد أعراض صدرية ثم مد أعراض تعل الشم اللي يرحلوا الذوق الإسهال العيال فشلة ولكن مع حلول الفصل الشتاء راح تكون الأفلوانزة الموسمية العراض الصدرية تعوتوا لي لذال ناخدوا بعين الاعتبار كل احتياطات ما نازمش نخرجه في أوقات البرد خاصة الأوليات عنا نازم نديروا اللقاح تعالى الأفلوانزة الموسمية خاصة عندهم أمراض مزمنة في الفطرة الثانية في الحصة الثانية اللي جايها إن شاء الله نزيدوا نتكلموا على هذه الدوزيان فاك اللي تقدر تكون وتقدر ما تكونش هي على حساب كما يقولوا تطبيق النصائح اللي يمدوها لنا صحتنا وصحت ولدنا هي رسمنا ترجمة نانسي قنقر